مرسوم أميري بتعديل التشكيل الوزاري صدر اليوم تضمن قبول استقالة وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال أحمد الجسار الذي تقدم باستقالته قبل أيام في عقاب صدور حكم من المحكمة بعزله وأربعة عشر مسؤول آخر على خلفية ما يعرف بقضية طوارئ ألفين وسبعة المرسوم الأميري الذي صدر اليوم تضمن أيضا تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي أن الصالح وزيرا للنفط بالوكالة بالإضافة إلى عمله ليحل في وزارة النفط خلفا للوزير عادل عمير الذي عين وفقا لمرسوم اليوم وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة كما عين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالإضافة إلى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة وجاء التعديل الوزاري اليوم ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد فهو حل للأزمة المتعلقة بوزير الكهرباء والماء وكذلك للاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد للوزير والمقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة القادمة إلا أنه سيسقط من جدول الأعمال نتيجة لقبول استقالة الوزير كما أن التعديل الوزاري من المتوقع أن يخفف الاحتقان الموجود في وزارة النفط والذي تسبب به التدوير الذي شمل عددا من الغيادات النفطية التي أعربت عن رفضها لهذه القرارات